الاستراغالس مقدمة تعد أساليب الطب التكميلي والبديل جزء من الرعاية الطبية القياسية اختر جواب صح أو خطأ إجابة صحيحة لا تعد أساليب الطب التكميلي والبديل وممارساته جزء من الرعاية الطبية القياسية وثمت حاجة إلى مزيد من البحث من أجل فهم أساليب الطب التكميلي والبديل فهما أفضل بالإضافة إلى فهم آثارها على الجسم ما هي الأشكال المتوفرة من الأستراغالس؟ اختر إحدى الإجابات التالية أولا أقراص ثانيا كريمات جلدية ثالثا مسحوق رابعا كل ما سبق إجابة صحيحة ما هي الحالات الصحية التي يعتبر استخدام الاستراغالس فيها معالجة مجازة؟ اختر إحدى الإجابات التالية أولا الحساسية ثانيا الصراطان ثالثا أمراض الكبد والقلب رابعا لا شيء مما ذكر إجابة صحيحة لا بد من إجراء مزيد من الدراسات من أجل فهم كيفية تأثير الاستراغالس في الجسم وهو لا يعد حاليا من بين المعالجات الطبية القياسية شكرا لاستخدامكم برنامج اكسپلين شكرا لك شكرا لك